اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة معمول من الارقام من سفر لحد ثلاثة ونص يبقى اكبر قيمة عندي اقدر اجيب لها مساحة هي او اقدر اجيب لها احتمال اللي هي الثلاثة ونص ده لو التوزيع طبيعي معياري يبقى دايما ازاي افرق عشان برضو السؤال ده بتسئلنا كتير ازاي افرق بين التوزيع الطبيعي المسألة بتجيني بقول لي توزيع طبيعي ازاي انا اعرف هو توزيع طبيعي معياري ولا غير معياري اقول لك على طول التوزيع الطبيعي المعياري بيستخدم الرمز صاد يقول لي صاد اكبر من صفر وقال من اتنين صاد اكبر من واحد وقال من اتنين ونص يبقى بيستخدم الرمز صاد وبيكون القيم بتاعته تلاتة ونص فاقل يعني مش ممكن مش ممكن تلاقي فيه قيم اكتر من تلاتة ونص ده توزيع طبيعي معياري وعرفنا كمان ان الوسط او في التوزيع الطبيعي المعياري بيكون المتوسط الحسابي او الوسط الحسابي بيساوي صفر والانحراف المعياري والتباين بيساوي واحد صحيح يبقى دي من مميزات المميزات التوزيع الطبيعي المعياري يبقى ثاني الوسط الحسابي للتوزيع الطبيعي المعياري بيساوي صفر والانحراف المعياري بيساوي واحد صحيح النقطة دي ممكن بتيجي في اسئلة اكمل وجات كتير جدا في امتحانات سابقة وموجود السؤال ده في الكتاب المدرسي وطبعا مش محتاجة نبه ان الكتاب المدرسي هو المرجع الاساسي والوحيد لنا كلنا طيب لما جينا الحلقة اللي فاتت حلنا بعض التمارين السهلة الجميلة كده على موضوع التوزيع الطبيعي المعياري عايزة رجع بسرعة في عجالة كده على بعض التمارين اللي خدناها قبل كده وعشان النهاردة اكمل التوزيع الطبيعي المعياري ونجيب قيمة يهل مجهولة وده مسألة مهمة جدا ونقدر كمان ندخل في التوزيع الطبيعي غير المعياري لما شفنا طبعا بيتميز التوزيع الطبيعي بمنحنة الجرس او منحنة الجوش خد بالك معايا كده السؤال بيجي ازاي بيقول لي اوجد احتمال ان صاد محصورة بين صفر واثنين او الصاد اكبر من الصفر واقل من اتنين طبعا ده السؤال هو مش هيجي رسم لك المنحنة انا رسم بس المنحنة للتسهيل علينا في طريقة الحل على الشاشة اوجد احتمال ان الصاد اكبر من الصفر واقل من اتنين هنا الناس اللي شاهدت معنا الحلقة اللي فاتت او جابتها من اليوتيوب او من على صفحة مصر للتعليم الفني هتقول لي على طول اذا كانت الصاد محصورة بين رقمين احدهما صفر يبقى الاحتمال بيسوي المساحة مباشرة على طول هتيجي تقول لي لازم ارسم الاول المساحة بين صفر واثنين طب هي الاثنين دي في الجزء الموجب ولا الجزء السالب طبعا قلنا في الحلقة اللي فاتت ان عندي جزء اين جزء موجب وجزء سالب هرسم من صفر الكام لاثنين وابتدي اظلل رسمت الاسمتي بطريقة سليمة عاوز احسب الاحتمال اقول له الاحتمال بيساوي مساحة الاثنين من جدول المساحات اسفل المنحنة التوزيع الطبيعي الاقيها علامة اربعة سبعة سبعة اتنين وكده انت جبت قيمة الاحتمال طيب طالب تاني عايز يعني كنت تقدر يعني احنا هنا عملنا حل للتبسيط حد تاني كان عايز يجيب مساحة السفر ومساحة الاثنين طبعا هي مساحة السفر بسفر ومساحة الاثنين بعلامة سبعة سبعة اتنين طيب عندي كمان سؤال سهل جدا جدا بيقول لا تقريبا نفس للمسألة برضو عشان اللي ما حضرش معنا او اللي ما شافش معنا الحلقة اللي فاتت يقدر يستفيد بالتمارين الكتير اللي عايزين نحلها النهاردة ان شاء الله بيقول لي وجد احتمال صاد محصورة بين صفر وواحد موجب او موجب واحد على طول هنرسم اول حاجة نفكر فيها نقول له الرسمة الجميلة بتاعتنا بتترسم ازاي اهي رسمت الواحد في الجزء الموجب وهبتدي اظل البهدوء ويا ريت تركز في رسمتك انها تطلع بصورة شكلها جيد يبقى كده جبت رسمت المساحة بين الصفر والواحد عايز اقول بقى الاحتمال الاحتمال بيساوي مساحة الواحد دور كشف التوزيع الطبيعي عندك في جدوى المساحات اسفل المنحانة الطبيعي تحت الواحد في ورقة الاسئلة عندك او من الكتاب المدرسي اسفل علامة صفر صفر وامام علامة صفر واحد هتلاقي القيمة عندك علامة وامام واحد هتلاقي القيمة عندك بكام بعلامة اربعة وتلاتين تلات عشر دي كانت بعض المسائل السهلة الجميلة اللي اتعاملنا معها المرة اللي فاتت طيب طالب يقولي طيب لو هي كانت المسألة جاية بصورة سالب جاية في الصورة السالبة هتفرق هتفرق معاك في الرسم انما في الحل نفس الحل ليه؟ لان جدول المساحات ما فيهوش بحث الارقام سالبة نفس القيم الارقام المجابة هي هي قيم الارقام السالبة نظرا لخاصية التماثل في منحنى التوزيع الطبيعي او منحنى الجرس طيب انت ايه بتقولي ايه؟ اوجد احتمال صاد أكبر من سالب واحد واقل من صفر اذا الرسم المرة دي هيكون في الجزء السالب اهي ادي السالب واحد وهبتدي اظل بهدوء بهدوء في الجزء السالب اهي يبقى انت كده رسمت الرسمة بتاعتك في الجزء السالب طيب عايز اجيب الاحتمال اتفقنا مع بعض ان هو نفس الاحتمال لان الاحتمال هنا بيساوي احتمال المساحة تحت الواحد يعني علامة 34 وخلي بالك ان جدول التوزيع الطبيعي او جدول المساحات اسفل من حانة التوزيع الطبيعي لا يوجد به ارقام سالبة فانت بتاخد عشان بس حد قولي ان الرقم هنا سالب وانا دورت في الجدول ملقيتش سالب تمام انت مش هتلاقي سالب في الجدول ولكن نفس المساحات السالبة هي المساحات المجابة او الارقام المجابة هي الارقام السالبة لان خاصية التماثل في منحنة التوزيع الطبيعي طيب دي كانت المسائل لو الاحتمال محصور او الصاد محصورة بين سفر ورقم طيب لو الصاد محصورة بين رقمين الاول هنا لازم ناخد بالنا من حاجة الرقمين دول في حالة اتفاق او حالة اختلاف لو اتفاق يعني الاثنين موجب او الاثنين سالب يعني حالة الاتفاق بين الرقمين او اتفاق الاشارات لو الرقم الصاد محصورة بين رقم سالب ورقم سالب اخر دي هنا حالة اتفاق في الاشارات او صاد محصورة بين رقم موجب ورقم موجب اخر برضو حالة اتفاق في الاشارات طيب اذا كانت الصاد محصورة بين رقمين احدهما سالب والاخر موجب دي كده اسمها حالة اختلاف الاشارة وهنا هيتم الرسم في حالة الاتفاق لو سالب وسالب او مجب مجب هيبتدي ترسم في اتجاه واحد سواء المجب او السالب اما لو الصاد محصورة بين رقمين احدهما سالب والاخر مجب هيبقى جزء من الرسم في الجزء السالب والجزء الاخر في الجزء المجب وما تقلقش خالص وهتجمع المساحتين وتكمل شغلك مفيش مشكلة خالص تعال نشوف مع بعض تمرين على الصاد محصورة بين رقمين احدهما سالب والاخر مجب بقول لي اوجد احتمال صاد أكبر من سالب واحد وأقل من اتنين اوجد احتمال صاد أكبر من سالب واحد وأقل من او تساوي اتنين هنا على طول هنلسم الرسمة الجميلة بتاعتنا بمنتهى البساطة الواحد السالب ده هرسمه في الجزء السالب اهو ده الجزء السالف والاتنين في الجزء الموجب طيب لما تيجي تظلل بقى هتظلل ده عكس ده الافضل يعني ولكن لو عملت الاتنين مفيش مشكلة هظلل لك اللي في الجزء السالف باللون الاحمر هو كده احنا ظللنا المساحة الموجودة في الجزء السالف طيب عند الاتنين طيب احنا قلنا هنا الحد كام سالف واحد وهنا موجب اتنين عند الاتنين هتبتدي تظلم من صفر لحد اتنين طيب عايزة حل التمرين بقى قلتلي ان هنا مساحتين يبقى لازم نجمع نقول له الاحتمال بيساوي مساحة الاتنين كانت علامة اربعة سبعة سبعة اتنين زائد مساحة الواحد اللي كانت باربعة وتلاتين تلاتتاشر يبقى الاحتمال بيساوي اجمع معايا كده هتلاقي عندك علامة واحد وتمانين خمسة وتمانين ودي مسألة سهلة جدا 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 عندي برضو بعض التمرين اللي هي افكار خاصة زي ان يجيب لك الصاد محصورة بالرقمين متشابهين بس واحد سالب والتاني موجب يعني الصاد محصورة بين سالب واحد وموجب واحد او صاد محصورة بين سالب اتنين وموجب اتنين دي حالة خاصة على طول بتقول الاحتمال الاحتمال بيساوي اتنين في المساحة اتنين في المساحة طب لو طالب تاني حلها بالطريقة العادية اللي هجيب مساحة الواحد زائد مساحة الواحد تاني يعني جمع المساحة مرتين طبعا حلك سليم جدا 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 وما عنديش اي مشكلة ولكن الفكرة ان دي حالة خاصة علشان نفس الرقم بنضربها في اتنين ولكن لو حلت بطريقتك ما فيش مشكلة خالص خالص تعال نشوف كده الحالة دي بيقول لي اوجد احتمال الصاد محصورة بين سالب واحد وموجب واحد اهو احتمال ان الصاد محصورة بين سالب واحد وموجب واحد اول حاجة نرسم الرسمة الجميلة بتاعتنا اه دي المنحنة رسمنا المنحنة وبقول له الصاد محصورة بين سالب واحد يبقى هروح الجزء السالب واعمل كده اهو واروح الجزء الموجب واعمل كده وابتدي اظل كده رسمنا الرسمة بتاعتنا عند السالب واحد وعند الموجب واحد عايزة حل اقول له الاحتمال بيساوي اتنين في مساحة الواحد يطلع معاك علامة تمانية وستين ستة وعشرين او لو طالب قال لي لا انا عايزة جيب زي ما انا متعود اربعة وتلاتين تلات عشر زائد اربعة وتلاتين تلات عشر طالب مع نفس الناتج ما عفيش اي مشكلة والدنيا سهلة ونفس الحل ونفس النواتج وطريقة سهلة جدا طيب لو عندي كمان تمرين بيقول اوجد احتمال صاد محصورة بين نص واثنين هنا الرقمين متفقي او متحدي الاشارة الصاد اكبر من نص واقل من او يساوي اتنين صاد اكبر من او يساوي نص واقل من او يساوي اتنين سامع طالب بيقول لي يا مستر ده النص موجب والاتنين موجب يبقى كده الرسمة كلها هتكون في الجزء الموجب الرسمة كلها هتكون في الجزء الموجب هعمل ايه ولا هرسم ازاي تعالوا نشوف مع بعض يبقى متفقين خدنا التمرين اللي فات اذا كانت الصاد محصولة بين جزء سالب من جزء موجب رسمت الجزء السالب في المنطقة السالبة ورسمت الجزء الموجب في المنطقة الموجبة وبعدين جمعت الاحتمالين واداني الاحتمال اللي انا عاوزه طب لو كانت الصاب اللي موجودة عندي محصورة بين رقمين لتنين متحد الإشارة يعني الصاب محصورة بين واحد واثنين لتنين في الجزء الموجب يبقى الرسمة كلها هتكون في الجزء الموجب ولو اتنين لتنين في الجزء السالب الرسمة كلها هتكون في الجزء السالب تعالوا نشوف كده تمرين مع بعض بيقول لي اوجد احتمال الصاب أكبر من نص وأقل من اتنين الصاب أكبر من نص وأقل من كام اتنين هتقول لي اجيبها ازاي هقولك بمنتهى البساطة هتبتدي ترسم رسمتك بطريقة عادية جدا ادي المنحنة هنسقط عمودة عند الصفر اهو وعايز اعمل ايه بقى ارسم من النص في الموجب لحد الاتنين في الموجب طيب ادي النص اللي عندي اول حاجة اهو رسمت في الجزء الموجب النص والاتنين وبعدين ابتدي اظل المساحة المحصولة بين النص وبين الاتنين كده انت رسمت رسمتك خد بالك اجيب بقى للاحتمال ازاي اقول له مساحة الاتنين كلها ناقص مساحة النص يبقى اقول له كده اهو الاحتمال بيساوي مساحة الاتنين كايت عندنا كام علامة اربعة سبعة سبعة اتنين ناقص مساحة النص اللي هو كان بتسعتاشر خمستاشر على طول يطلع معاك الاحتمال علامة تمانية وعشرين سبعة وخمسين يبقى دي طريقة حل سهلة ومختصرة ازاي تجيب الاحتمال لو الرقمين المتحدي الاشارة عندي كمان تمرين برضو على رقمين متحدي الاشارة ولكن الاشارات هنا سالبة كل اللي هيحصل انك نفس الحل نفس الطريقة هتطرح المساحة الاتنين من مساحة الواحد ولكن الرسمة هتكون في الجزء السالب يبقى نزيش اي اختلاف في الحل ولكن الرسمة هتتنقل من الجزء الموجب للجزء السالب يعني لما يجيب لي تمرين زي ده اوجد احتمال الصاد اكبر من سالب اتنين واقل من سالب واحد هنا الرقمين اشارتهم سالبة يبقى الرسم هيكون في المنطقة السالبة هترسم عند الواحد وعند الاتنين بالسالب وتبتدي تظلل المساحتين بمنتهى البساطة طب انا رسمت الرسمة الجميلة بتاعتي هعمل ايه هقوله بقى الاحتمال بيساوي مساحة الاتنين نقص مساحة الواحد طب انا المساحات دي بنجيبها من جدول المساحات يطلع على طول معاك بمنتهى البساطة الناتج يطلع علامة 13 59 دي برضو من المسائل المهمة اللي احنا بنقدر نتعامل معها طيب اذا كانت الساد اكبر من قيمة واحدة ودي برضو مسألة مهمة جدا جدا الساد كانت خلاص من اول الحلقة او من الحلقة اللي فاتت متعودين ان الساد بتبقى محصورة من رقمين طب لو الساد محصورة من رقم واحد هنا هعمل ايه لو الساد قصدي اكبر من او اصغر من رقم واحد المتباينة جاية كده قال لي اوجد احتمال صاد اكبر من واحد طيب الواحد هنا موجب ولا سالب شطار سامعك وانت بتقولي الواحد موجب يبقى على طول هرسم في الجزء الموجب اهو اهو حددت الرسمة في الجزء الموجب طيب امشي مع اتجاه العلامة هتقولي الساد اكبر من كم من واحد يبقى هامشي كده اكبر من العلامة فتحة ناحية اليمين اهو هقف عند الواحد وهو امشي مع اتجاه العلامة كده هنا بقى الاحتمال يساوي ايه اقوله الاحتمال يساوي نص قيمة النص ده قيمة عشان ما حدش يروح يبحث عن النص تاني يبقى نص ناقص مساحة الواحد يبقى الاحتمال بتاعنا بعلامة خمستاشر سبعة وتمانين يبقى النص ده ثابت اهو جي من ايه النص ده لان مساحة الجزء من صفر سالب مالة نهاية نص ومن صفر للمجب مالة نهاية نص يبقى ده المساحة دي نص النص ده ثابت ما روحش اجيب بقى احتمال اه النص او اجيب بحث النص او كشف النص من الجدول التوزيع الطبيعي يطلع علامة ساعتاشر خمستاشر لا غلط طبعا الكلام ده ما ينفعش يبقى بجيب النص ده رقم ثابت اهو اهو وبعدين اجيب مساحة الواحد طيب عندي كمان مسألة شبه دي جدا ولكن الاشارة مختلفة بيقول لي اوجد احتمال صاد اقل من اتنين خلي بالك صاد اقل من او تساوي اتنين هنا الرقم موجب ولا سالب موجب الاتنين دي هنا موجب يبقى هروح ارسم في الجزء اليمين في الجزء الموجب هرسم في الجزء الموجب يبقى هتقول لي اول حاجة هرسم في الجزء الموجب وابتدي اظلل مع اتجاه العلامة اتجاه العلامة هنا ماشي جهة اليسار يبقى هامشي كده اهو طيب طالب يقول لي هنقف هنا بقى هقول له ليه بقى عشان هي اقل من اتنين هقولك لا طبعا ما اقل من الاتنين دي كام ده الاتنين والواحد والصف ايما ما خلاص لا طبعا ولسه فيه تسالب واحد والسالب اتنين يبقى اقل من الاتنين لازم تكمل لاخر المنحن اه زي ما احنا شايفين كملنا الرسمة للاخر يبقى انا بدأت بمجاب اتنين اه بس مشيت في الاتجاه ده طيب هنا الاحتمال قال لي الاحتمال هنا بقى هيساوي مش القيمة دي نص احنا عارفين ان القيمة دي كده نص المساحة دي نص تمام لان المساحة اسفل منحنة توزيع الطبيعي واحد صحيح نص في الجزء الموجب ونص في الجزء السالب يبقى المساحة دي خلاص احنا عارفنا انها نص اهي طيب يبقى نص زائد مساحة الاتنين اللي هي اربعة سبعة سبعة اتنين يبقى الناتج علامة تسعة سبعة سبعة الاتنين ده الاحتمال دي برضو من المسائل الجميلة جدا 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 اللي عايزين نتضرب عليها كتير طيب عندي بعض التمارين كمان لو الرقم الصاد اقل من رقم سالب اللي هيحصل نفس الحل ونفس الطريقة بس لما يبقى عندك رقم سالب اتفقنا مع بعض ان هرسم في الجزء السالب لو انا عندي رقم سالب هبتدي ارسم في الجزء الايه السالب اما لو رقم موجب كنت بارسم في الجزء الموجب علشان كده التمارين اللي معانا جايب لي رقم سالب بيقول لي اوجد احتمال الصاد اقل من سالب اتنين طيب هنا هروح ارسم في الانطقة السالب اهو ادي السالب اتنين اللي عندي طيب يا مستر ده العلامة فاتحتها جات اليساف يبقى الصاد اقل من سالب اتنين يبقى همشي مع اتجاه العلامة كده من اول السالب اتنين وامشي اهل كده انا رسمت صاد اقل من سالب اتنين وخدت بالك ان رحنا رسمنا في السالب لان الصاد هنا ايه الرقم اقل من رقم سالب طيب عايز احل بقى اجيب الاحتمال اقوله الاحتمال بيساوي نص ناقص ناقص مساحة الاتنين نص ناقص مساحة الاتنين هتقول لي يطلع علامة سفر اتنين وعشرين تمانية يبقى دي كانت اه مسألة صاد اقل من رقم سالب وممكن كمان تيجيني الصاد اكبر من رقم سالب يبقى خلاص يا طريقة الحل كلها واحدة للي فهم الجزئية دي لو الرقم سالب هرسم في الجزء السالب ولو الرقم موجب هرسم في الجزء الموجب عشان كده كمان بيقول لي اوجد احتمال صاد اكبر من سالب واحد خلاص احنا متفقين ان الرقم سالب هرسم في الجزء السالب يبقى هروح كده الجزء السالب واقول له ايه اه دي السالب واحد اهي وبعدين امشي بقى مع اتجاه العلامة يبقى هتمشي كده هظلل جهات اليمين وزي ما قلت موقفش ده نمكمل كل اللي اكبر منها يبقى هبتدي اكمل تاني بالشكل ده جبت الصاد اكبر من السالب واحد طب عايز بقى احل اقول له الاحتمال بيساوي مش احنا متفقين ان المساحة دي نص يبقى دي النص زائد الجزئية ده هي اللي هي مساحة السالب واحد اللي هي علامة اربعة وتلاتين تلات عشر يبقى اربعة وتمانين تلات عشر بمنتهى البساطة تمرين سهلة جدا 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 بس عندي بقى تمرين بعض الناس بتزعل منه جدا مع انه تمرين سهل وطيب جدا اللي هو ايجاد قيمة يه المجهولة تعالوا نشوف مع بعض لاجاد قيمة يه المجهولة احسبها ازاي ومش يخليك تشتغل كتير ان شاء الله هو سطرين وهتحل بس اهم حاجة بتعتمد على الفهم مش عايزك تحفظ الاحصة مادة قائمة على الفهم والتحليل والاستنبار بلاش تحفظ اي حاجة في الاحصة الا القانون الاحصة ما تحفظ فيها الا القانون وان شاء الله باذن الله مع قطر الحل هتلاقي القانون انت بتقول لوحدك خد بالك معايا بقى من التمرين ده ونشوف هنحاول نحل التمرين ده ازاي مع بعض بيقول لي اذا كان صاد اكبر من يه بيساوي علامة عشرين تلاتة وتلاتين طيب التمرين ده بتتحل ازاي لو قال لي صاد مجهولة دايما القاعدة اللي همشي عليها اقول له نص ناقص الاحتمال اقول له نص ناقص الاحتمال دايما دايما نص ناقص الاحتمال طيب لو الناتج بتاع النص ناقص الاحتمال ده طلع موجب ارسم في الجزء الموجب طيب لو الناتج طلع سالب ارسم في الجزء السالب يبقى الناتج الطرح اللي هيتطلع معاك من النص ناقص الاحتمال هو اللي هيخدك من ايدك يوديك المنطقة الموجبه او يخدك من ايدك يوديك يوديك المنطقة السالب يبقى تعالIN نشوف مع بعض كده ونشوف كلامنا ده بيمشي ازاي وبعد ما هتكتب بعد ما هتحط العمود في المنطقة السالبة المنطقة المجابة امشي مع اتجاه العلامة. يعني ايه? يعني تعال نشوف تمرين كده مع بعض ونشرحها بطريقة عملية. ازا كان احتمال الصاد اكبر من ايه بتساوي علامة عشرين تلاتة وتلاتين. تمام? يبقى الاحتمال الصاد اكبر من ايه بيساوي علامة آآ الفين تلاتة وتلاتين من عشر تلاف. هنا اخلي بالك كويس ان هنا القاعدة اللي احنا اتفقنا عليها حالا. كانت بتقول ايه? الاحتمال او المساحة بتساوي نص ناقص الاحتمال. بيساوي نص ناقص الايه? الاحتمال. طيب. النص ده ثابت ايوة. فاي مسألة? عايزك تخلي دايما النص ده معاك. ده في ايه المجهولة? طيب. ناقص. الاحتمال عندي كام? عشرين تلاتة وتلاتين. طلع الناتج كام? عايزك تعملها على الالة الحاسبة كده براحتك. ما تستعجلش. اهو. طلع الناتج كام? علامة اتنين تسعة ستة سبعة. خدت بالك ان الناتج مجب. خدت بالك ان الناتج مجب. يبقى ازا اروح ارسل في الجزء المجب. اهو. واقول له ان هنا يهل موجبة. اهو. عرفت منين انها موجب? قلت لهم الحل. نص ناقص علامة عشرين تلاتة وتلاتين. طلع موجب علامة اتنين تسعة ستة سبعة. طب انا رسمت. لا لسه ما خلصتش رسم. امشي مع اتجاه العلامة. العلامة اتجاه ناحية اليمين. اهي. يبقى هرسم. جهة. اليمين. طب لحد دلوقتي كلام سهل. نقوله تاني كل اللي احنا قلنا ده. لما يديني صاد اكبر من ايه او اقل من ايه. ويه مجهولة. وميديني الاحتمال. دايما دايما اقول المساحة بتسوي نص ناقص الاحتمال. المساحة بتسوي نص ناقص الاحتمال. ازاي? اقول له. اول حاجة. اول حاجة. اول احتمال اللي انا عاوزه بيسوي نص ناقص الاحتمال المطلوب. بيسوي ايه? نص ناقص علامة عشرين تلاتة وتلاتين طلع رقم موجب. ادور في جدول المساحات اسفل منحانة التوزيق الطبيعي. الا ان قيمة ايه? الكشف ده هو يقع تحت كام? برافو عليك. انت اللي اعطاها ودورتها. طلع تلاتة وتمانين. من مية بالموجب. شفت المسألة سهلة وجميلة ازاي? بمنتهى منتهى البساطة. يبقى الصاد عندي اكبر من يه? طلعت بعلامة عشرين تلاتة وتلاتين. امتقل له نص ناقص الاحتمال. يبقى نص ناقص عشرين تلاتة وتلاتين. يطلع علامة اتنين تسعة ستة سبعة. لما كشفت في المنحنة? لقيت ان اليه بكام? بتلاتة وتمانين من مية. طيب. ممكن تأكد لنا الحل بتمرين كمان? عشان نتأكد ان الطريقة دي هتطلع صح ولا غلط? تعالى نشوف معايا تمرين كمان. بيقولي ازا كان احتمال صاد اكبر من يه? بعلامة سبعة تسعة ستة. اه سبعة ستة. خد بالك كويس من التمرين مرة تانية. اول حاجة هنقولها. اول حاجة هنقولها. دايما لما يكون يهمة جهولة كله نص ناقص الاحتمال. يبقى هنا. اقول له بيساوي. النص ده ثابت عندنا. نقص الاحتمال اللي عندنا. علامة سبعة تسعة ستة سبعة. يطلع علامة اتنين تسعة ستة سبعة ولكن بالايه? بالسالب. برافو عليك. برافو عليك. يبقى انت كده. قلتلي ان الناتج هنا طلع ايه? طلع الناتج سالب. ازا الرسمة هنرسم في المنطقة السالبة. هنبتدي نرسم في المنطقة الايه? السالبة. هرسم في المنطقة السالبة اهو? انا مش عارف هي عندي كام? بس هسميها له سالب ايه. وامشي مع اتجاه العلامة. اكمل. تمام برافو عليك. يلا بقى مع بعض ندور على كشف سالب علامة اتنين تسعة برافو برافو. شايفك وانت بتقول لي طلع تلاتة وتمانين من مية. لسا جايبينها. بس المرة دي هقوله ايه? هقوله القيمة سالبة. يبقى اليه بسالب تلاتة وتمانين من مية. طريقة سهلة جدا. وقدرنا نجيب قيمة يه المجهولة. طيب تعالى ناكد بتمرين تاني. شوف معايا كده التمرين ده بيقول ايه? بيقول لي ازا كان الاحتمال او احتمال صاد اقل من يه بعلامة تسعة سبعة سبعة اتنين. انا عايز قيمة يه المجهولة. نشوف كده الناس الشطار اللي فهموا معانا. هيبتدوا يحلولنا التمرين ده اهو. احنا اتفقنا ان القعدة دايما. والنص ناقص لاحتمال. طلع معاك سالب علامة اربعة سبعة سبعة اتنين. طلع سالب. يبقى الرسم في الجزء السالب. برافو عليك. اهو. سالب يه. مانا لسا ما عرفش ليه بكام. ارسم مع اتجاه العلامة. خلصت الرسم. جميل جدا. جميل جدا اللي حصل ده. رسمت مع اتجاه العلامة. وبعدين. ابحث عن احتمال علامة اربعة سبعة سبعة اتنين. في جدول المساحات. اه لا اني قيمة يه. بتساوي. الكاشف ده موجود قدام كام? قدام اتنين. بس الكيمة كانت ايه? سالبة. يبقى حط. سالب. اتنين. يبقى حط كام? سالب اتنين. بمنتهى البساطة قدرت تحصل على. قيمة يه المجهولة. يبقى دايما احط نص ناقص الاحتمال. لو النتج موجب احل في الجزء الموجب. لو النتج سالب احل في الجزء السالب. حاجة سهلة وبسيطة جدا. ودايما دايما الرسم مع اتجاه العلامة. الرسم بتاعك بيكون مع اتجاه العلامة. العلامة اتجاهها يمين. يبقى يرسم ناحية اليمين. العلامة اتجاهها يسار. يرسم ناحية اليسار. يبقى بنقول دايما. لو ليه مجهولة. قل لي نص ناقص الاحتمال. وطلع الناتج. وابحث في جدول المساحات. هتلاقي عندك الرقم اللي انت يسا نطلعه من نص ناقص الاحتمال. تقدر تحدد دي مساحة كام? اتنين? ولا واحد? ولا نص ولا علامة تلاتة وتمانين? ولا واحد ونص? ولا تلاتة ولا تلاتة ونص? زي ما هيكون عندك الرقم هتلاقيه موجود في جدول المساحات. طيب. عندي كمان موضوع مهم جدا جدا جدا. ان شاء الله نتمنى ان ربنا يوفقنا ونبدأ فيه ونكمله النهاردة. ده اسمه التوزيع الطبيعي غير المعياري. ايه هو التوزيع الطبيعي الغير المعياري? او بعرفه ازاي? لازم حضرتك الاول تكون عارف ان التوزيع الطبيعي الغير معياري او الغير قياسي ده لازم احوله لتوزيع طبيعي معياري. عن طريق قانون سهل جدا اسمه الدرجة المعيارية. قبل ما نكمل كلامنا ايه هي الدرجة المعيارية? اللي هي الصد بتساوي سين ناقص ميو على سجمة. سين ناقص ميو على سجمة. سين الدرجة الموجودة عندك. الميو المتوسط الحسابي والسجمة لانحراف المعياري. طيب مش احنا كنا متفقين ان التوزيع الطبيعي المعياري وسط الحسابي سفر وانحراف المعياري واحد. برافو عليك. برافو عليك. قولها تاني كده بقى معايا. التوزيع الطبيعي المعياري او التوزيع الطبيعي القياسي. وسط الحسابي الميو بيسوي سفر. وانحرافه المعياري سجمة بيسوي واحد صحيح. طب انا عاوز ايه هنا? لا ده هنا توزيع طبيعي غير معياري. حتى قالك ان المتوسط الحسابي بمية وسبعين. ولانحراف المعياري بعشرين إذن ده على طول على طول توزيع طبيعي غير معياري لأن المعياري وسط الحساب سفر وانحرافه المعياري واحد طيب كلام كويس جدا هنا في علامة تانية قادر أعرف بها إن ده توزيع طبيعي معياري ولا غير معياري فيه طبعا هتلاقيه مديلك سين هتلاقيه مديلك سين أو مديهلك في صورة مسألة كلامية والرقم بتاعك أكبر من ثلاثة ونصف تلاقي أرقم كبيرة كده ستين سبعين مية وخمسين مية وسبعين متين هتلاقي أرقم كبيرة وتلاقيه مدي الميو برقم غير السفر رقم كبير وتلاقيه مدي السجما الانحراف المعياري برقم غير الواحد يبقى التوزيع الطبيعي الغير معياري أو الغير القياسي الوسط الحسابي فيه لا يساوي سفر لا يساوي سفر خلي بالك من النقطة دي والانحراف المعياري لا يساوي واحد يبقى كلمة لا يساوي دي ركز فيها كويس جدا في الامتحان لأنه ممكن تيجي فيه الصح وغلط يقولك ايه التوزيع الطبيعي المعياري وسط والحسابي يساوي سفر العبارة دي صح ولا غلط صح تب التوزيع الطبيعي الغير معياري وسط والحسابي لا يساوي سفر برضو العبارة صح شفت ازاي لان الغير معياري لا يساوي سفر اما المعياري هو اللي بيساوي سفر طيب تعالى بقى نرجع مع بعض الموضوع الدرجة المعيارية اللي احنا بنتكلم عنها والدرجة المعيارية ازاي بيتم حسابتها بيتم حسابها بقول له الصد بتساوي سين الدرجة اللي في التمرين ناقص ميو المتوسط الحسابي على سجمة لانحراف المعياري نكتب القانون ده مع بعض عشان هنحتاجه جدا في مسائل التوزيع الطبيعي غير المعياري القانون اسمه الدرجة المعيارية اسمه ايه الدرجة المعيارية اللي هي صاب بتساوي سين ناقص ميو على سجمة السين دي الدرجة من التمرين اللي هي الغير معيارية غير معيارية الميو المتوسط الحسابي سجمة الانحراف المعياري يبقى من غير القانون ده مش هعرف احول التوزيع الطبيعي الغير معياري الى توزيع طبيعي معياري عشان ابتدي احل يبقى من غير القانون ده مش هقدر احول التوزيع الطبيعي الغير معياري الى توزيع طبيعي معياري علشان ابتدي الحل بتاعنا طيب تعال اشوف معايا كده تمرين على الكلام ده وازاي بيجي السؤال شوفت معايا سؤال جميل جدا وسهل جدا وكان موجود في امتحان سابق قبل كده بيقول لي اذا كان سين متغير عشوائي سين متغير عشوائي يتبع توزيع طبيعي معتدل خدت بالك قالك يتبع توزيع طبيعي معتدل وسطه الحسابي خمسين وانحرافه المعياري خمسة مجرد انه قالك الوسط الحسابي رقم غير السفر يبقى داع على طول توزيع طبيعي غير معياري وانحرافه المعياري رقم غير الواحد قال لي دا خمسة يبقى دا غير معياري فيه كمان علامة بتعرفني دا غير معياري يا مستر داسين برفعه عليك يبقى دا غير معياري واقل من ستين رقم كبير يبقى دا غير معياري خلاص المسألة كلها المسألة كلها بتقول لي انت امام تمرين توزيع طبيعي غير معياري طب هنا اعمل ايه مقدرش احلش لازم احول التوزيع الطبيعي الغير معياري الى توزيع طبيعي معياري وبعد ما احول ابتدي حل مسألة عادية جدا وارسم واعمل كل حاجة خد بالك معايا من التمرين نشوف مع بعض الراجل بيقول لي ايه سين متغير عشوية تبقى توزيع طبيعي معتدل وسط والحسابي خمسين يبقى دي الميوب اهي المتوسط الحسابي الميوب كام بخمسين والانحراف المعياري السجمة بخمسة طيب انت عايز ايه هنكتبها ايه بلون مختلف عشان نبدأ نحل الاحتمال السين اقل من او سوي كام ستين طيب انا هحول الكلام ده ده غير معياري اهو ده غير معياري عايز احوله المعياري يبقى الاحتمال باحتمال ايه بقى صاد احتمال ايه صاد حولت السين لايه لصاد اقل من او تساوي كام دي اصلا ستين ناقص الميوب خمسين على السجمة خمسة طب بالراحة كده كده انت عندك ايه صاد اقل من او يساوي ستين مقص خمسين عشرة عشرة على الخمسة فيها الاتنين خدت بالك ان ده بقى معياري بقى الصاد اقل من كام من اتنين برافو عليك برافو عليك يبقى كده حولنا السين الى صاد والتوزيع الطبيعي المعياري الغير معياري حولنا التوزيع طبيعي معياري هنعمل ايه دلوقتي ارسم بقى الصاد اقل من اتنين الاتنين دي في الموجب برافو عليك اهي طيب عاوز اعمل ايه ارسم مع اتجاه العلامة رسمت مع اتجاه العلامة صاد اقل من كام من اتنين طيب رسمت اتعايز اجيب الاحتمال اقول له بقى الاحتمال بيساوي نص زائد مساحة الاتنين او كشف الاتنين اربعة سبعة سبعة اتنين يطلع علامة تسعة سبعة سبعة اتنين ده كان التمرين على التوزيع الطبيعي غير المعياري اللي تم تحويله لتوزيع طبيعي معياري وابتديت اتعامل مع التمرين الاول عن طريق تحويله حولت التمرين من توزيع طبيعي غير معياري الى توزيع طبيعي معياري عن طريق قانون الدرجة المعيارية نقول تاني مع بعض قانون الدرجة المعيارية الصد بتساوي شرط تكسر البسط سين ناقص ميو أو سين ناقص الوسط الحسابي اللي هو متدولك في التمرين اطرحه من الوسط الحسابي على الانحراف المعياد زي ما شفنا مع بعض قلت ستين ناقص خمسين على الخمسة طلعت الصاد أكبر من اتنين بكده أنا حولت السين لصاد وبعدين بقى التوزيع طبيعي معياري حل بقواعد نفس قواعد التوزيع الطبيعي المعياري مفيش تغيير وتبتدي تحل وتلاقي نفس الشغل القديم بتعمله تاني وكل حاجة معاك بقت زي الفل وترسم رسمتك مع اتجاه العلامة بتاعتك وكل حاجة تبقى سهلة ممكن نشوف كمان تمرين علشان نأكد المعلومة ده بيقول لي اذا علمت ان عدد الطلبة في كلية الشرطة الف طالب عندي في كلية الشرطة الف طالب الالف طالب دول اطولهم تتبع توزيع طبيعي الالف طالب دول اطول بتاعتهم بتتبع ايه توزيع طبيعي وسطه الحسابي مية وسبعين لا استنى احنا مش هنعدي دي كده بالراحة انت قلت عدد الطلبة كام الف يبقى ده النوم ووسطهم الحسابي الميو بمية وسبعين سنتي وانحرفهم المعياري بعشرين يبقى النوم بالف والميو بمية وسبعين والسجمة بعشرين الميو اللي هو الواسط الحسابي برافو عليك والسجمة لانحرف المعياري عاوز مني ايه عاوز احتمال ان يكون طالب طوله اكبر من مية وتمانين خد بالك المسألة الكلامية محتاجة تفسير شوية انت هتقول لي ايه هو هنا بقولك طوله اكبر من مية وتمانين المية وتمانين ده مش رقم عبارة عن او رقم اكبر من تلاتة ونص خلاص انا كده عارفت انه غير معياري يبقى كده اكتب الاول الغير معياري حضرتك بطول سين اكبر من كام مية وتمانين يلا بقى نحاوله لصد برافو عليك اكبر من مية وتمانين ناقص مية وسبعين على عشرين طب لما هتيجي تقول لي تقول لي يبقى الصد اكبر من مية وتمانين ناقص مية وسبعين عشرة على العشرين في هالنص يبقى صد اكبر من النص طب خد بالك النص ده في المنطقة الموجبة اهو وارسم او او ظلل مع اتجاه العلامة وهات الاحتمال بيساوي نص ناقص مساحة النص انا اقصد اكتب مساحة النص هنا عشان ما تقوليش نص ناقص نص بصفر لا طبعا النص ده قيمة والنص ده اه عايز اجيب الاحتمال ليه النص هنا اهو مساحة النص بتسعتاشر خمستاشر يبقى يطلع علامة تلاتين خمسة وتمانين اتمنى ان احنا نكون وضحنا اه الاجزاء اللي مش واضحة في موضوع التوزيع الطبيعي واكيد اكيد ان شاء الله كل ثقة في ان حضراتكم باذن الله هتقفلوا تمارين التوزيع الطبيعي وتمارين الاحصى كلها وامتحان الاحصى واتمنى ان انت تحصلوا على النمر النهائية على شاشة مصر التعليمية وباذن الله باذن الله ربنا يحفظكم ويحفظ مصر جميعا وقالقاكم على خير